نعود ونواصل فقرات البرنامج والآن الحديث عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة تعليم العالي والبحث العلمي لأجل مسابقة الدكتورة مع عبدالغفار محمداتي مكلف بالإعلام في رابطة الوطنية للطلبة الجزائريين لنناقش الإجراءات الجديدة لمسابقة الدكتورة أهلا بك عبدالغفار شكرا لقبول الدعوة إذن موضوع مسابقات الدكتورة والإجراءات الجديدة هو موضوع مهم جدا خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة نعم سباح الخير لكم شكرا على الدعوة الكريمة تحية للمشاهدين الكرام عبر قناة شروق فيما يخص الإجراءات التي وضعتها الوزارة الوصية فيما يخص اجتياز الطلبة لمسابقة الدكتورة عبر كامل ربوع الوطن كانت شديدة في أولها بعدما الوزارة أقدمت على وضع تسهيلات الآن للطلبة لأنه لا قد امتعاض كبير وسط الطلبة هذه الإجراءات لإعتبرناها شديدة على إمكانيات حقيقة أن الطالب الجزائري سواء مادية حتى المعنوي لأنها تدخله في حالة معنوية هذه إجراءات مختلفة تعلق البيسياغ وتعلق الانتجينيك هي إجراءات الفحص الطبي لإجراء الانتحاد تكاليف باهضة قليلا ما ونشوف أن الطالب الجزائري من مرحلة الماستر إلى مرحلة الدكتورة هو ما زال طالبي ليس في عالم الشغل حقيقة نكون في الصورة ونعيش الواقع للطالب الجزائري حقيقة طالبوا بتسهيل وتخفيف هذه الإجراءات مجددا عن تاريق استحداث مراكز فحص في الجامعات إظهار بطاقة التلقيح يعني هنا بطاقة التلقيح ضرورية لأنها تقافى لمحاربة الوباء صح لكن التلقيح قد يصاب الطالب بكورونا حتى كان ملقحا نعم لكن معناش حل خلف نحن هنا في مجابهة للوباء الطالب يعني أيضا المصابين قبل دخولهم للقاعات الامتحان في إمكانية أن المصاب يوضعون في قاعات خصيصة هذا وش تكلمت عليه الوزارة نعم 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 وهذا ما لنتمنى المترجح المصابين بكوفيد في قاعات ويسمح لهم بإجراء الامتحان نعم هذا ما لنتمنى نعم إن شاء الله تعمد المتنوع على الأكيد وقع التعليم العالي والقطاع عنده مشاكل مختلفة أهمها الخدمات الجمعية قطاع الخدمات الجمعية أنتم كتنظيم طلاب رابطة الوطنية للطلبة الجزائريين ما هي أهم تسجيلات سجلتها في هذا القطع قطاع الخدمات الجمعية هو قطاع الخدمات الجمعية يعني بالمثال ما زال دار اللقمان على حالها يعني الطالب الجزائري دائما ما يشتكي من نفس المشاكل يعني في قطاع النقل أو جانب الإيواء أو الإطعام نحن نديه بالتسريع وتفعيل عقد الندوة وطنية لإصلاح قطاع الخدمات الجمعية أيضا مشكل المنحة الجمعية للطالب التي تبقى رمزية يعني ربعلاف دينار جزائري في ثلاث أشهر نطالبه برفعها وأيضا هي في معظم الأحيان دائما ما تتأخر بالنسبة للطالب الجمعيين وهذا ما يشتكي منه الطالب الجمعي نطالبه بعقد عاجل لندوة إصلاح قطاع الخدمات الجمعية إن شاء الله ما هي أهم المطالب الأخرى فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي نتناولوا موضوع الدكتورة خصوصا إجراءات المسابقة إجراءات المسابقة نتمنى إن شاء الله أنه الوزارة كما قلنا تسهل في الإجراءات لإجتياز هذه الشهادة الوقت رأي بعيد بين الجامعات كل جامعة يحدد تاريخ امتحان هذا الشي يسمح للطالب أنه يجري امتحانات دكتورة في عدة جامعات لكن في نفس الوقت هو أقبل بمطالب البي سيار والتنقل نعم لكن صح الطالب عنده فرصة أنه قبل كنا نشوف الجامعات تقوم بمسابقة في نفس اليوم لكن في هذا العام رأنا نشوفه أنه هناك تأخر في إجراء المسابقة مما يمنح فرصة أكبر لأطلبها هذا الشي كان يضلم الطالب على شه يضلم؟ لأنه عنده إمكانية أنه ينجح في جامعة و جامعة لا يعني من ديرهاش في نفس اليوم وكان نجائح وحتى وإن نجح لديه حريط الاختيار في الأخير أنا أنقل طرف الآخر لأنكم أنتم كتنظيم هنا ما كانش طرف آخر عن الوزارة أنا أحاول أن أنقل لك حجج الوزارة لقدمتها فيما يتعلق بهذا الموضوع لا فيما يخص الحالات السابقة يعني لما كان الاختبار يقام في نفس اليوم هناك أيضا كنا مطالبين للوزارة أنه تبعد التواريخ الإجراء بالنسبة للجميع هاي بعدتلكم الثواريخ في وقت الجائحة الآن يعني والآن أصبح الطالب يعاني من مشكلة الشروط الاحترازية اللي وضعتها وكوما بعدتش التواريخ تعودوا تطلبوتها بعيدتها نحنا دائما نشوفه دائما الحل الأمثل للوسط الأكيد نعود ونرجع الشروط الدكتورال أكيد أنه التصنيف الدكتورال هذا التصنيف تعلق لسمه كما نعرفوه الطلباء في الماستر نحاته أو وزارة التعليم العالي أو فتح الأبواب لكل الطلبة في المسابقة يعني تشوفه أنت يساهم ولا تشوفه عائق هو يساهم لأنه أي واحد مترشح به يجتاز مسابقة الدكتورال أو ما زال طالب يبحث على العلم وهذا يعني شيء شجع الآن نرى أكثر من 520 ألف مترشح لإجتياز مسابقة الدكتورال بـ 5666 منصب كان يقولك أيضا عبد الغفاري يقولك أنه فتح المسابقة للجميع هو ما يقلل من قيمة شهاد الدكتورال نشوفه حتى أنه شهاد الماستر هذه نقولك عن طريق المراقبين وعن طريق حتى المهتمين بشأن تعليم العالي كان حتى في الماستر يفتحوها الماستر للجميع هذا تراجع المستوى في التكوين أيضا فتح مصابقة الدكتورال للجميع قد يؤدي أيضا إلى تراجع التكوين في هذا الطور المهم جدا لكن هو يبقى اختباره ويبقى اختباره لكل مجتهد النصيب يعني اللي يتوفق في يوم الاختبار هو مجتهد وهذا هو نظام ألم ديه هو تدرج الليسونس ماستر دكتورال لكن ليس للجميع ليس للجميع لكن اللي يستحقه خاصة الليسونس والماستر دكتورال تبقى عن طريق اختبار اللي يتفوق على أخوه مرحبا ما أنتم تتوافقون مع جانب الوزارة في التنظيم ولكن تختلفون قليلا مع الإجراءات المتخذة ببعض الإجراءات ضرور تسهيلها عندك عبدالغفار على هذه المداخلة أيضا نعود إلى الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بطلبة يسكنه بعيد الأكيد أنه تنقل طلبة لإجراء المسابقات انت جيت من غالما وكان طلبة يسكنه في ولاية مختلفة أنت مكلف بالإعلام في المكتب الوطني هذا النشط العادي يعني موال في تتنقل لكن طلبة آخرين حبي يجوز الدكتورات أو في الجلفة مثلا هو يقتن في وهران كيفاش يتنقل خاصة في ظل الظروف تعلج الجائحة هذا ما نتكلم عنه دائما بتسهيل من طرف الوزارة الوصية لإجراءات سيرورة هذه المسابقة تورى امتحان هذه المسابقة ولما لا بتوفير النقل جامعي ما بين الولايات يعني برمجة رحلات ما بين الولايات للطلبة وهو ما نتمنىها محمد محمداتي المكلف بالإعلام في رابطة الوطنية لطلبة الجزائرية